نفذت قوة الإطفاء العام عملية غلق إداري لعدد خمس موشآت في محافظة العاصمة وذلك لمخالفتها شراطات السلامة والوقاية من الحريق بعد أن تم إنذارهم في وقت سابق بتصحيح هذه المخالفات ولم يسجبوا لإزالة هذه المخالفات أو تصحيحها ولأن مثل هذه المخالفات تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات والأمن المشمعي فإن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية تسمروا في عملية التفتيش على محافظات الكويت الست تم غلق أكثر من 36 منشأة في جميع محافظات الكويت من ضمنها خمس مخازن تشايفينها هنا في منطقة الشويخ طبعا المخازن هذه تم إعطاهم إخطار تم مخالفتهم وتم إنذارهم بالغلق وما في أي استجابة منهم فهنا تم إتخاذ إجراء له القلق الإداري وإحنا عندنا طبعا حاليا نحن في توجهات من اللواء خالد رئيس قوة الطفاء بلينابة أن الأمور المخالفات ما فيها أي تهاون خلاص يعني المخالفة احنا نتكلم على مخالفات الأطفاء يعني نتكلم على أرواح البشر ما نتكلم على يعني مخالفات بسيطة أكلم مخالفات جسيمة وحسب قانون الأطفاء اللي هو 13 على 2020 حاليا العقوبة تم تشديدها يعني ممكن عقوبة الاطفاء توصل إلى سجل لمدة سنة توصل إلى غرامة أكثر من 50 ألف دينار أنا ما أتكلم على بس القلق على الإجراءات اللي بعد القلق فالشخص اللي ما رح يكون فيه متعاون معانا أي صاحب منشأة أي صاحب ترخيص ما رح يكون فيه تعاون يعني رح نتخذ معاه كل الإجراءات لأننا نتكلم على الأرواح هذه تعتبر خط أحمر عند قوة الاطفاء العام ترجمة نانسي قنقر